طيب هو سؤال يعني يعرض إذا حكينا أن الثلث المرضى فقط هم الذين يستجيبون للمضادات الاكتئاب عند أول محاولة علاجية وثلث آخر خلال أربع محاولات علاجية فقط يستجيب يعني منحكي عن ثلثين المرضى بيستجيبوا خلال أربع محاولات علاجية فلماذا نقتصر على علاج واحد أو دواء واحد في كل مرة لماذا لا نجمع أكثر من دواء مع بعضهم البعض مبكرا هذا هو السؤال وهذا السؤال مشكلته أنه في دراسات قليلة جدا بتتكلم عن هذا الأمر مقارنة بالدراسات اللي بتهكي عن كل علاج لوحده ولذلك الناس اللي بيتوسوسوا في موضوع الإفيدنس بيست ولازم يكون الإفيدنس مليون بالمية يعني بيقدروا يغادروننا حاليا بس الفكرة أنه كثير من الأدوية أصلا عنده ملطب الأكشن يعني هو بيشتغل على أكثر من شغل مع بعض فيايش المشكلة لما أستخدم أنا أكثر من دواء بيشتغلوا على أكثر من شغل مع بعض المهم ففيه عندنا عدة كومبينيشنز منسميهم كومبوز لهم أثر جيد وكويس ومفيد منها إشياء منسميها تريبل أكشن كومبوز تريبل أكشن تريبل أكشن أنها بتشتغل على الثلاثين يورو ترانزميترز سيريتونين نور أبينيفرين أن دوبامين كومبوز لأنه أكثر من دواء مع بعض وتجد أنه حتى في بوست في الأكشن فمثلاً إذا استخدمنا SSRI مع NDRI نحن نحكي SSRI ماذا هو؟ Selective Serotonin Reuptake Inhibitor الذي يشتغل على السيريتونين reuptake Inhibition ونور أبينيفرين دوبامين reuptake Inhibitor يصير لعنا التالي السري بيعمل بلوكيج للسيريتونين reuptake Inhibition بيعمل بوست للسيريتونين وال NDRI بيعمل بلوكيج للنور أبينيفرين ترانبورتر والدوبامين ترانبورتر فبيعمل بوست للنور أبينيفرين للدوبامين هكذا تريبل أكشن يعمل على الثلاث نيرو ترانزميترز نور أبينيفرين دوبامين والسيريتونين تمام؟ نرى خيار آخر في عنا من التريبل أكشن كومبوز برضو إذا استخدمنا NDRI مع السيريتونين نور إبنيفرين ريابتيك Beautician Serotonin Nearpниphrine Reuptake Inhibitor مثلI يعملل على Serotonin Reuptake Inhibitior أنه ي chargeach لكنه أيضاً يعملل على نور corruptice يعملlene كافة ما يجيلد الكافة للنور إبنيفرين ترانس بورتر فبيعمل بوست للنور إبنيفرين بسيك الآن يأتي الـ NDRI بصفته نور إبنيفرين برضو ري أبتيك انهيبتر بيعمل بلوكيج للنت فبيسوي بوست ثاني فبيصير في عنا دبل بوست للنور إبنيفرين من الـ SNRI والـ NDRI من الـ SNRI والـ NDRI في حين الدوبامين بيأثر عليه الـ NDRI بيعمل بلوكيج للدات تمام هذا واحد من الخيارات الكمبوز يبين حكينا SSRI مع NDRI أو SNRI مع NDRI شوف عنا هون خلطة خطيرة سموها كاليفورنيا روكيت فيول تمام هالكاليفورنيا روكيت يعني خلطة خلطة يعني اللي هي بنجمع فيها الـ SNRI سيريتونين نور إبنيفرين ري أبتيك انهيبتر مع الميرتزيبين ناسا تمام ما يحدث نحن سيريتونين نور إبنيفرين ري أبتيك انهيبتر ماذا يعمل؟ يعمل بلوكيج للسيريتونين ترانسبورتر يعمل بلوكيج للنور إبنيفرين ترانسبورتر الريميرون الميرتزيبين ناسا ناسا ايش يعني ناسا؟ نور أدرينيرجيك سيريتونيرجيك انتديبرسنت نور أدرينيرجيك بيشتغل على الألفة تو وعلى السيريتونين من أكثر من جهة سيريتونين ترانسبورتر يعمل أنتاغونيزم على الألفة تو ويعمل أنتاغونيزم على 5HT2A و 5HT2C ما علاقته في الموضوع هنا؟ تفضل ترانسبورتر السيريتونين ترانسبورتر من أربع جهات ترانسبورتر كيف؟ الآن نرى أن يعمل بلوكيج في زادة السيريتونين الريميرون ترانسبورتر على الألفة تو يعمل بلوكيج للسيريتونين فعندما يعمل بلوكيج يزيد السيريتونين نفس الشيء على 5HT2A و 5HT2C الأثنين أثرهم على السيريتونين وهو معروف لأنه يعمل بلوكيج للسيريتونين فهو يزيد السيريتونين لما نعمل بلوكيج طيب ماذا؟ النوريبينفرين طبعا زائد الأثار الأخرى فمثلا النوريبينفرين أيضا في كوادريب البوست لأن الأسنراء يعمل بلوكيج الريميرون تعمل على 5HT2C و 5HT2A و الألفا 2 طيب الدوبامين الدوبامين الريميرون برضو وهو يعمل على 5HT2C و 5HT2A وهو علاقة في الريقوليشن للدوبامين لما نعملهم بلوكيج بزيد الدوبامين ببساطة ومش بسيط كثير بس يعني هذا الكاليفورنيا روكيت أسنراءي مع ميرتزابين هناك أخرى نسميها أسنراءي أصلا معروف أسنراءي بطبيعة الحال وهي اسمها فعادة يكون الأثر كالتالي الأسنراءي بيعمل بوست للسيريتونين بيعمل بوست للنور إبنفرين والستيميلانس من جهة مقابلة بتعمل بوست للنور إبنفرين والدوبامين فلبيان ترجع بأسنراء غير حالة أصلا معروف أسنراء بالنور إبنفرين ونور إبنفرين ونور إبنفرين ثم معروف أحدث لا أقرب فكرة الأسنراءية ومزنين الأسنراءية بيعمل إبنفرين والدوبامين لكنت أخبرنا بيعمل بوست خاصة من الأدوبامين والنور إبنفرين شكرا